السلام عليكم نبقى جيد جدا من وزارة التربيع والتعليم لأولياء الأمور الذين لديهم أطفال في المدارس الخاصة إليكم والتفاصيل ولكن قبل التفاصيل ياريت ما تنسوناش باللايك وبالاشتراك في القناة وده من خلال ضغط حضرتكم على علامة الاشتراك أسفل الفيديو وما تنسوش تفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد ولو بتشوفونا الأول مرة بنقدم على القناة أهم الأخبار المتدولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات ستنال أعجبكم إليكم تفاصيل الخبر نبقى عاجل جدا من وزارة التربيع والتعليم بشأن المدارس الخاصة حيث أعلنه وزير التربيع والتعليم في آخر نبقى له إلغاء الزيادة السنوية المقاررة على مصرفات المدارس الخاصة وقال أن ذلك بسبب فيروس كورونا وتعب أولياء الأمور في المصرفات الدراسية ولكن هذا النبق جاء رأي صعب جدا على أصحاب المدارس الخاصة ليرد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ويقول توقيت صعب جدا لهذا الأمر وقال أيضا أن جميع المدارس زادت عليها الأعباء وخاصة المدارس الخاصة لأنهم قاموا بزيادة العمالة داخل المدارس وقاموا أيضا بالتباعد بين الطلاب وذلك عن طريق شراء أساس جديد للمدارس لإستعاب الطلاب ويقوموا يوميا بعمل فحوصات يومية للطلاب قبل دخولهم المدارس وإذا قام وزير التربية والتعليم بتطبيق إلغاء الزيادة السنوية على المصرفات الدراسية سيكون هناك خسائف كبيرة لأصحاب المدارس الخاصة وطلب من وزارة التربية والتعليم التراجع عن هذا الأمر وسيكون هناك اجتماع مع وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر وعند الوصول الجديد بإذن الله سنبلغ حضرتكم تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة ودمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة